أجواء غير مستقرة من المتوقع أن تتطور تدريجياً اعتباراً من ساعات مساء يوم الأحد التفاصيل بعد قليل بعد جيل نفس الطام الأصيل أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن بداية أسبوع موفقة نتمنىها للجميع ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم استمرت الأجواء المستقرة والمشمسة في عموم مناطق المملكة وارتفعت درجات الحرارة بشكل إضافي لكن خلال ساعات المساء توقع أن تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة نتيجة الاقتراب لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شرط البحر الأبيض المتوسط هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تعمل على النشوء غيوم ركامية رعدية تدريجياً اعتباراً أو انطلاقاً من المنطقة الجنوبية تفاصيل أن نستعرضها في هذه الخرائر لتوزيع الأمطار المتوقعة من ساعة ظهر يوم الأحد وخلال اليومين القادمين إذن تقترب هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية من شرق البحر الأبيض المتوسط تستعمل على النشوء أحوال جوية غير مستقرة في عموم هذه المناطق مع اقتراب هذه الكتلة الهوائية أكثر نحو منطقة بلاد الشام تبدأ المملكة وانطلاقاً من المنطقة الجنوبية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة تنتشر كمية من الغيوم الماطرة في أغلب مناطق المملكة لكن تركيزه يكون بشكل أكبر في المنطقة الجنوبية خاصة مدينة العقبة وأيضاً أجزاء من المنطقة الشرقية فيما لا يستبعده طول بعض الزخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطة لكن اعتباراً من ساعة صباح يوم الاثنين تتراجع الفعالية الجوية في المنطقة الشمالية والوسطة من المملكة لكن تستمر على المنطقة الجنوبية والشرقية مع انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة مع بدء عبور الكتلة الهوائية الباردة أجوى المنطقة وبالتالي تعد درجة الحرارة تصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في عموم مناطق المملكة اعتباراً من يوم الاثنين التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تبدأ المملكة كما ذكرنا تتأثر بحوال جوية غير مستقرة تكون الفرصة واردة لوطول زخات من الأمطار في العاصمة عمان مع ست درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة ثلاث درجات مئوية فقط الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلات أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الاثنين خفاض حاد وملموس على درجات الحرارة مع انتشار لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة 11 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 6 درجات مئوية يستقر التقس بشكل كامل يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة تسجل 13 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 17 ويوم الأربعاء تواصل ارتفاعها مع انتشار كبير لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية 14 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 7 درجات مئوية فقط بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الاثنين نبدوها كالعدم المنطقة الشمالية انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة مقارنة بنهار وبيوم أمس المفرق 13 إلى 4 إربد 14 إلى 8 جرش 13 إلى 7 وعجلون 12 إلى 8 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء 13 إلى 6 البلقاء 12 إلى 8 عمان 11 إلى 6 ماتب 13 إلى 5 والبح 120 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 13 إلى 8 طفل 12 إلى 8 معان 14 إلى 6 شبك 10 إلى 6 وتبقى الفرصة وارد الهطول بعض زخات من الأمطار خاصة خلال ساعة الصباح في العقبة مع 20 إلى 12 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 4 الصفاوي 15 إلى 3 ورويشة زخات من الأمطار مع 17 إلى 4 درجات مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة